موسيقى السلام عليكم زكي مولانا زي الساحب يا مرحبا السلام عليكم زي الساحب زي الساحب السلام عليكم زي الساحب موسيقى وعطينا ست وفضلنا بسبع وعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة قلوب المؤمن والله سبق وفضلنا بسبع وكان صادقا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار الله ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطي رسول الله الله أكبر ايه بقى في أجمل من كده خلي بالك هنا منا النبي المختار علي أفضل صلى الله عليه وسلم ومنا الصديق ليس أبو بكر الصديق لكن من أسماء علي بن أبي طالب الصديق الأكبر فلما نقول أعطينا النبي المختار والصديق والطيار انت عارف من الطيار طبعا جعفر جعفر بن أبي طالب اللي أطعوه من هنا وأطعوه من هنا ثم رأى رسول الله عليه السلام طائرا في السماء فسمي بجعفر الطيار لأنه كان مسك الراية يجيبه كده يروح مسكها كده يجيبه كده يروح مسكها كده وأما أسد الله وهو حمزة فيعني هذا هو علي زين العبدين رجل عاش للعبادة ما جي حد في المدينة يمشي ما عايزك عايز بقى الزهري عصره ونس كتير عصروه كل واحد شافه قال هذا هو أفقه أهل زمان ده كبار مش إحنا كل واحد يقوله يقوله أنا قابلت فلان فده أفقه أهل زمان يقوله أرأيت عليه السجاد يقوله لا قال حين تراه سوف تعلم أنه هو أفقه زمان هو هذا الرجل الذي جرت أبحاث وقالت أنه يرقد هنا هو ابنه يزيد لا زيد السلام عليكم هذا المقام سيدي علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب السلالة ما فيش أفخم منها في الدنيا ويرقب بجواره كما يقال في بعض القتب ابنه زيد زيد ده مات صغير مات حاجة أربعين سنة صغير أول لكنه قتل استوشد لأنه كان يطالب بالإمامة خلي بالك سيدنا علي هو زي ما قلت لكم وأنا بدأت في التصوير وهو الإبن الوحيد الزكر الذي تبقى من سلالة سيدنا الحسين في اليوم العاصف الحزين الغاضب في يوم قربلاء وكنت أحب ويا ربنا يعني ساعد الظروف إن إحنا نقدر نروح قربلاء ونصور هناك حيث شرفت بزيارة قربلاء وشفت بيت سيدنا علي بيته اللي كان عايش فيه وشفت المكان اللي ضرب فيه بالخنجرة وشفت المكان اللي شلوه حطو فيه وشفت المكان اللي رقت فيه حتى وفاته ما بين يدي الحسن والحسين وأوصاهم كما تعلمون وطبعاً فأنتم عارفين لما ألولوا الناس يا أبا الحسن يعني أنا اختاروا الحسن إماماً فقال لا أمركم ولا أنهاكم الله أكبر كما فعل النبي لم يأمر ولم ينهى في غالبية الأقوال فعليه ابن أبي طالب لم يطالب تركها على المحكة البيضاء كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم ولا أنهاهم وبعدين هم اختاروا الحسن وبعدين القصة الشعيرة الحسن بعد شوية تنازل لمعاوية عشان يلم يعني شامل المسلمين واتفقوا إنه بعد الحسن بعد معاوية تبقى الحكاية شورى لكن معاوية الحسن يعني مات سم ولله جنود من عسل كما قال في أحد الأقوال معاوية ابن أبي سفيان ومات الحسن رضي الله عنه وأرضاه والحسن ما وفقش على يزيد طبعا تبقى راسة يا قيصرية يا معاوية ما ينفعش وكان مكان في قربلاء في أواخر سنة ستين هجري في محرم عشرة محرم كانت قربلاء وكان المشهد الحزين هو مقتل سيدنا الحسين وأهل بيته جميعاً قتلوا كله 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 آه من كربلاء التي بقى منها علي هذا موسيقى 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 اشتركوا في القناة